شو يا من علاقش برحمن هيأثر النتيجة بتاعت الماتش النهاردة والفوز بالبطول دي على البرشلونة وريال في الدوري؟ لا هو هيأثر مع برشلونة كمان أكتر يعني لأنه برشلونة هما اللي زي ما أحمد قال هما اللي تحت ضغط في جزئية البطولات يعني أن أنت محتاج فعلا أنت بقى معاك بطولة ريال مدريد ما عندوش أزمة السندي في حتة البطولات يعني هو أكيد تحت ضغط طول الوقت ولكن مش نفس الضغط اللي عند برشلونة برشلونة راهن على السندي في المركب يعني ضحها بحاجات كتيرة قدامها أن الرزق كله ماتخد على أن السندي تبقى نكحة والسندي تبقى مديا جيدة فطبعا حصل كارثة الشامفينزليج وهي كارثة فعلا كبيرة جدا بالخروج المبكر مديا بالذات زي ما رحمد قال فأصبح مهم جدا كل حاجة فعلا ولكن النهاردة برضو مع الغيابات اللي في ليلة المدريد لكن بشوف النوتشابي لا يعني كسب المباراة داخل الملعب جدا يعني انتصر في المباراة قدر أنه هو يحل أزمة نص الملعب دي بوجود جافي أو التشكيل الكلاسيك اللي أنت هتنتظره أنه رافينيا ودنبيلي في حتة اللي قدام ومهاجم فإن أنت بتلعب بجافي يعتبر هو الجناح ولكن جافي طبعا لأنه متحرك جدا جدا وبيجيد اللعب من أي مكان في الملعب يعني هو مش مثلا لو راح في حتة أقول لك مش عادلته أو عادلته هو بلعب من أي حتة ومفيد من أي حتة فجافي النهاردة بيقوم هو بلعب 4-4-2 والكرة مش معاه والكرة مش معاه 4-3-3 صرف والكرة معاه أن جافي جناح جافي اللي بيعمله المرونة دي لأنه هو جافي اللي بيعمله دي لأنه كمان التجربة أثبتت برضو أنه النهاردة دنبيلي ورافينيا معناه أن رافينيا أو دنبيلي واحد في يوم هيرعب الناحية التانية رافينيا فشل تماما أنه يلعب الناحية التانية والناس كلها تكلمت في القصة دي فأصبح دنبيلي هو اللي بيروح يلعب الناحية التانية أحسن من رفينيا فيها بس برضو مش هي الناحية اللي بتخلي دنبيلي يديك مية في مية لأن دنبيلي بطبيعته متزفز من مستوى يعني إنتاجيته مش مستورة طول الوقت فالنهاردة دنبيلي على مين وجابي على الشمال هي تركيبة يعني كانت نموذجة على أقل النهاردة على أقل جابي فعال جدا هو وجابي كانت مشكلته دايما بشوفها أنه هو قراراته أحيانا مش أعقل حاجة بطبيعة سنه يعني انفعال واندفاع وحماس زايد وانظارات ملاقاش لازمة لكن النهاردة جابي حل في كل حاجة حتى في الآخر لما جي راجل يغير جابي ولا دنبيلي في آخر ربع ساعة لا دنبيلي وجابي أصبح في الملعب دوره أساسي طبعا جزئية أراوخو باكرايت مش كوندي جزئية بيعملها مع فينيسيوس بالتحديد تشافي دايما وكل مرة بيعملها فعلا فعلا أراوخو بيلغي وجود فينيسيوس لأن أراوخو سريع جدا جدا ثانيا تعاملوا مع فينيسيوس في منتهى العنف يعني هو من الأول يتباح له القطة بادري عايز أقولك حاجة عن جابي بعد إذن عبد الرحمن جابي عنده 18 سنة وخمس سهول تقريبا لعب 70 ماتش مع برشلول نهاردة كان الماتش السبعين مع برشلول ليه ثلاث مساهمات في الكلاسيكو النهاردة بس وعدد مساهمات مدريش في 28 كلاسيكو أنا بقول كده ليه بقول كده علشان 18 سنة زي ما كنا بنتكلم 18 سنة ده يعني في دوريات كتيرة جدا منها دورينا لعب كاسعالم ويورو باين لعب كاسعالم ولعب يورو بساسي لعب كاسعالم ولعب يورو لعب شامبيونز ليج ولعب 70 ماتش مع برشلول فإحنا بنتكلم نلعب ده بعمر 20 سنة جاهز تماما جاهز بدنيا جاهز فنيا جاهز خبرة طبعا بيد عن الإصابة إن شاء الله ده تشوفوا مثلا إيه 15 سنة كمان مثلا 15 سنة كمان عنده أه لا بمده ألا حاجة فعلا لا 15 سنة ده يكمل 33 سنة مع الإستشفى هو الإستامنة قوي هو قوي أصلا والشغل التطور بيحصل في الكورة في الإستشفى العام طبعا هتلاقي الوقت ده مختلف ومش بيلعب كمان إنه هو بياخد فرصة ده الرجل بي أساسي أساسي ومؤثر جدا النهاردة ما نوفز ماتش ده يعني هو هدف وأسستين لكن أنا بكلمك إنه هو أخد جايزة رجل المباراة النهاردة لما بيجي مدرب يقول لك أروح بقى إسبانيا كسر العالم جافي بيلت في التشكيل الأساسي عطرفه في نص الملعب يعني هو في نص الملعب من أحسن ناس تلعب لك في نص الملعب عطرفه من أفضل ناس تلعب عطرفه فجافي يعني في وقت لأ وقت أنا قلت يعني يبدو إنه هو جدا لسه سنة لفاتي محتاج يلعب سنة في مكان لكن السنة دي انفجار 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 فعلا بزيات المباراة النهاردة لعب متى